ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من بليرمو موفد لبل أحرار وليد ارتيمة أولا وليد لو تضعنا في صورة أجواء أول يوم من انطلاق مؤتمر بليرمو ما الذي سيطر على أعمال اليوم الأول؟ نعم غالية ولكن قبل أن أجيبك على هذا السؤال اسمحي لي أن أبدأ من أحدث الأخبار التي تأكدنا منها وعبر الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة الإيطالية وهو بعد حفل العشاء الحالي الذي جاء بعد إعلان رسمي لإفتتاح اجتماعات بليرمو سوف يجتمع رئيس الوزراء الإيطالي جزبي كونتي بالربعية الأساسية إن صح التعبير هنا برئيس المجلس الرئاسي وكذلك رئيس المجلس على الدولة ورئيس مجلس النواب وأيضا سيجتمع بقائد عملية الكرامة بعد أن تراجع عن قراره بعدم حضور قمة بليرمو هذا أحدث ما صرح به رئيس أو الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء الإيطالي إلى ليبيا الأحرار قبل قليل أيضا قبل قليل وقبيل إعلان افتتاح اجتماعات بليرمو أنتهت لجنة الترتيبات الأمنية من اجتماعها وهو الاجتماع الثاني لهذا اليوم لجنة الترتيبات الأمنية التي ترأس الجانب اللي برئي وزير إلى ملف الترتيبات الاقتصادية والأمنية فقط نستوقف عند حضور خليفة حفتر إذن هناك غموض كان يسيطر على اليوم الأول من هذا المؤتمر بأن حفتر لن يحضر مؤتمر بليرمو إذن أنت تؤكد لنا أن حفتر قد حضر هذا المؤتمر وهو مدعو إلى مأدبة عشا بحضور هنا رئيس الوزراء الإيطالي ما أكده لنا الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة الإيطالية أن حفتر تراجع عن عدم حضوره لمجريات اجتماعات مع بليرمو وهو سوف يحضر اجتماعا تنائيا يأما الليلة متأخر أو غدا صباحا هذا المفهمته من الناطق الرسمي بأنه سوف يحاول رئيس الوزراء الإيطالي عقد أربع اجتماعات منفصلة اليوم مع الربعية الأساسية ولكن في حال تأخر الوقت سوف يجتمع بشخصيتين اليوم وشخصيتين يوم غد إذن أحدث الأخبار أو آخرها هو هذه الاجتماعات الأربعة والتي حسب ما فهمنا أيضا من الناطق الرسمي منها وكانت تأتي كاجتماعات تمهيدية للاجتماعات لاجتماعات غدا قبل أن تسأليني غاليا كنت أتحدث عن اجتماعات الترتيبات الأمنية والتي ترأس الجانب الليبي فيها وزير حكومة الوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتح بشاغة مع وزير وزراء كوزير العدل ووكيل وزارة الدفاع وأيضا عضاء في لجنة الترتيبات الأمنية ناقش هذا الاجتماع إلى أين وصلت هذه الترتيبات الأمنية التي تمثلت في جملة من القرارات تتخذتها وزارة الداخلية من إعادة هيكلة وزارة الداخلية بتغيير بعض المناصب فيها وأيضا من استحداث إدارتين جديدة إدارة لحقوق الإنسان وإدارة للطفل والمرأة في وزارة الداخلية أيضا هناك طلب من الجانب الليبي بدعم المجتمع الدولي وترسيخ هذه الترتيبات الأمنية كي يتم إنفاذها في الوقت المطلوب منها كذلك اليوم كما جاء في تقريركم انتهت الاجتماعات الأولية للإصلاحات الاقتصادية ولكن لا يوجد أي أخبار مؤكدة أو تسريبات مؤكدة من هذه اللجنة حول النتائج ولا نستطيع يعني ما لم نتأكد بدرجة 100% من المصادر الرسمية لا نستطيع أن ندلي بأي معلومات في هذا السياق نعم غير نتحدث هنا وليد عن الاجتماع الأول الذي أشرت إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية وأيضا تم استعراض التصورات الاقتصادية أو ما توصلوا إليه هنا من ربما نقول برنامج اقتصادي في ليبيا وعرضها أمام ستيفني وعدد من السفراء نريد فقط هل هناك أي تفاهمات تم التوصل إليها؟ هل أي خطوط عريضة تم طرحها بالإضافة إلى التفاهمات الاقتصادية والأمنية؟ هو حقيقة غالية الاجتماعات بليرمو صممت كالآتي يبدأ مسارين المسار الاقتصادي والمسار الأمني بشكل تمهيدي لاجتماعات بليرمو كل ما خرج من هذه الاجتماعات هو التأكيد على ضرورة هذه الإصلاحات الاقتصادية تحدثت ستيفني وليامز على مجرد البدء في إنفاذ هذه الإصلاحات أزمة السيولة بدأت تتحلحل بعض الشيء انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي بعض الشيء وتحدثت أيضا عن ارتياح بدأ يدب تدريجيا في الشارع الليبي بعد البدء في هذه الإجراءات أو الإصلاحات وطالبت بيئة الاستمرار فيها من أجل ترسيخها والوصول لحالة من حالات الاستقرار الاقتصادي وهكذا تم أيضا مع الجانب الأوفد فيما يخص الترتيبات الأمنية طيب وليد قبل أن أختتم معك هذه النافذة ما هي هذه الأجواء الآن بعد هذه الاجتماعات والآن هم سيدخلون إلى مأدبة عشاء وهل لديك أي ضيف يمكن أن توفره لنا للحديث أكثر عن أجواء اليوم الأول نعم لأجيب على سؤال الأجواء في اليوم الأول هنا معي سيد كمال حذيفة هو مستشار وزير العدل وكذلك رئيس مؤسسة تكنقراط ليبيا سيد كمال أهلاً وسهلاً بي مرحبتين بك أستاذ المشاهدين سيد حذيفة لو تضعنا في أجواء هذا اليوم الأول ماذا لاحظت أنت هناك في الجانب الليبي ماذا لمست من الحضور وكذلك من الجو بشكل عام وأيضاً سؤال مهم آخر وهو باعتبارك مستشار لوزير العدل وهو حاضر في اجتماع الترتيبات الأمنية كيف ترى دور وزارة العدل في دعم هذه الترتيبات بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد أي اجتماعات دائماً تحدث من أجل حل القضية الليبية هي اجتماعات مرحب بها واجتماعات تأتي بنتاج هذا المؤتمر لديه الأهمية بليرمو باعتبار أن هناك ثلاث مصارات يتم العمل عليها المصار الأول هو محاولة توحيد وجهة النظر الدولية باتجاه ليبيا وخاصة نظرة فرنسا وإيطاليا المصار الثاني هو ما يتعلق بمحاولة توحيد مؤسسات الدولة الليبية والغاء جميع المؤسسات الموازية بما فيها حكومة الشرق المصار الثالث وهو ما يتعلق بدول جوار خاصة أن هناك حضور رئاسي من دول جوار وبالتالي مناقشة مسألة الهجرة غير الشرعية وكيفية عملية تأمين الحدود كل هذه المصارات لديها من الأهمية بالإضافة إلى مصار آخر وهو ما تم من إصلاحات اقتصادية وما تم من مسألة الترتيبات الأمنية يعني لمسألة الإصلاحات الاقتصادية في ظل وجود الثلاث رؤسان من المؤسسات الأهم الاقتصادية في ليبيا محافظ البنك الماركزي رئيس المؤسسة الوطنية النفط سيد رئيس مؤسسة الاستثمار هذا أدى إلى نتائج إيجابية هناك إحاطة قدمها سيد فتح بشاغة وزير الداخلية وكان لها صدى جميل وإيجابي عند الحضور اليوم باعتبار أن هذه الترتيبات الأمنية ستؤمن العاصمة خاصة بعد الخطر الذي دهمها المدة الماضية وبالتالي هناك مسألة لوضع دائرتين دائرة أمنية على مستوى طرابلس تتولها وزارة الداخلية وأفراد الشرطة ودائرة أوسع أكبر للمجموعات المسلحة أو لقوات العسكرية تكون خارج العاصمة وهذا لقى استحسان وقبول وهناك خطة قدمت من سيد فتح بشاغة أتمنى أن تلقى الدعم من خلال هذا المؤتمر وفي بيان غدا سيد كمال أريد أن أشكرك جزيلا الشكر وفقط غالية قبل أن نختم معك تسلمنا قبل قليل قائمة لحضور أو التمثيل حضور الوفود لدول مشاركة الذي وصل عددهم 38 ضيف وهناك حضور عربي لافت الحقيقة بحضور رئيس وزراء الجزائر كذلك وزير الخارجية القطري والرئيس المصري والرئيس التونسي موجود أيضا بين الحضور ووزير خارجية السودان إذن القمة انطلقت وغدا هو اليوم الأساسي فيها والختامي في نفس الوقت غالية وننتظر أي مخرجات وسوف نطلعكم أول بأول حول أي أخبار تصدر أو ترشح من بليرمو من هنا نعم وسنكون أيضا في المتابعة شكرا لك وليد وأيضا الشكر الموصول لضيفك الكريم شكرا لك